الوكراني فولاديمير زينيسكي النقوة حققت تقدما على محاور الجبل الجنوبية في إطار هجومها المضاد وخلال خطابه المسائي أضاف زينيسكي أن الهجوم الروسي على سيارة متطوعين أدى إلى مقتل متطوعين من إسبانيا وكندا حظنا تقدم في اتجاهات تافريان خلال الأيام السبعة الماضية ونتحرك أيضا في اتجاه باخموت في منطقة دونيسك هجم إرهابيون روس سيارة للمتطوعين قرب بلدة تشاسيفيار في قصف مباشر عبر نظام صاروخي مضاد للدبابات تأكدنا من مقتل المواطن الكندي أنتوني إحنات ومن المحتملي أن تكون المواطنة الإسبانية قد ماتت أيضا قالت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمر طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا فوق منطقة بلغرود نفى بيان للوزارة وقوع صباط مؤكدا أن حطام الطائرتين المسيرتين سقط على طريقنا في منطقة ياكوب ليفيسكي موسيقى